أرضا قولير كارفخال وفينيس الجونيور وكامافينجا اليوم كانوا موجودين في التدريبات الجماعي والدرب وشكل طبيعي كما فيرلم مندلم شحر ما تدرب مع المجموعة فلسه عنده شوية مشاكل فاسكيز ما تدرب مع المجموعة عنده شوية مشاكل في الظهر الزلمي رح يرجع التدريبات يوم الأحد حسب أرانشا رودريغز وحسب أيضا صحيفة ماركا من المحتمل نشوف أرضا قولير وفينيس الجونيور وكامافينجا في قائمة ريال مدريد لموجهة مايوركا كان فخار رح يكون جاهز أيضا إن شاء الله مية بالمية رسميا أنشلوتي عد يجدد لعام ٢٠٢٦ مع ريال مدريد ويقال أنه في بند بعقد أنشلوتي أنه ممكن يضل في ريال مدريد يعني حتى لو خلص التدريب ممكن ياخد دور تاني في ريال مدريد أما بالنسبة المدافعة فحسب الأخبار أنه أنشلوتي طلب مدافع فهلا على التجديد جوز كون الزلمي مأكد طلبه فلا نشوف هلا على شهر واحد إذا حيكون في مدافع أو لا ولكن أظن أنه في مدافع الخبر نزل من فابريزي رومانو بيقلك أنه كليان بابي ما رح يوقع حاليا في يناير رح يقرر نهاية الموسم بينما الأخبار من الطرف الثاني من إسبانيا لا بتقلك أنه ريال مدريد آخر مهلي لكليان بابي للتوقيع هو شهر يناير حال وقع في شهر يناير وبيجي في الصيف أهلا وسهلا ما وقع في شهر يناير فما رح يجع ريال مدريد أبدا لايك فولوكس بلاور وهلا مدريد